في استكمال تاريخ بريطانيا سنتكلم في هذه السلسلة عن إيرلندا لسكان هذه الجزيرة جذور قديمة وتاريخها طويل وغني وغامض ومهم ليس فقط للإيرلنديين ولكن أيضا لملايين الناس الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم والذين ينحدرون من هذه الجزيرة أما بالنسبة لإسم إيرلندا فهو من الكلمة الإيرلندية القديمة إيرو والتي تعني وفير أو مزدهر وهو أيضا اسم لآلهة خاصة بالإيرلنديين القدامى من المحتمل أن أول سكان لإيرلندا كانوا مجموعات من الصيادين وذلك في حوالي 12500 قبل الميلاد في ذلك الوقت كانت مستويات البحر أقل وكانت إيرلندا جزء من أوروبا ففي عام 4000 قبل الميلاد انتشرت الزراعة في الجزيرة وأصبحت شائعة ودخلت إيرلندا العصر البرونزي في حوالي 2000 قبل الميلاد حيث كانت غنية بالنحاس وقريبة من كورنوال والتي تنتج القصدير وبدأ العصر الحديدي في حوالي 600 قبل الميلاد وخلال العصر الحديدي بدأت الهوية الحديثة لإيرلندا بالظهور حيث بدأت شعوب الكلت من أوروبا الرئيسية وبريطانيا بالهجرة إلى الجزيرة والاختلاط مع السكان الأصليين قبل وصول الكلت كانت إيرلندا شبخ خالية من السكان وغير منظمة وقعت بعد ذلك أربعة موجات رئيسية من الهجرة الكلتية يعتقد أن الكلت هم من جلبوا العنصر الحديدي إلى إيرلندا وأيضا جلبوا الدين الذي سيشكل أساس وثنية جزر بريطانيا إضافة للغة التي ستتطور بعد ذلك إلى اللغة الإيرلندية الحديثة كما فتحوا الروابط التجارية مع القارة الأوروبية الرئيسية تأتي أول كتابات عن الجزيرة من المستكشفين الرومان والذين أشاروا إلى الجزيرة بأسماء مختلفة وقدموا العديد من المخطوطات حول هذه الجزيرة وعلى الرغم أن العديد من هذه المخطوطات والكتابات كانت على الأرجح كاذبة وخيالية في بعض الأحيان لأنها استمرت في الذكر في التراث الروماني حول الجزيرة مما منح إيرلندا القديمة والكلت بشكل عام أخبار وقصص غامضة والتي بالحقيقة دامت حتى يومنا هذا بطريقة ما وأول شخص كتب عن الجزيرة هو يوليوس قيصر والذي أطلق على الجزيرة اسم هبرينيا وهو التحريف للكلمة الإغريقية القديمة أرض إيفرني أو أرض الشتاء على الرغم من أن بعض الرومان فكروا في هذه الجزيرة إلا أن الرومان لم يغزوها أبدا ولكن تواصلوا مع شعبها تشر نتائج الأثرية للعملات الرومانية في إيرلندا إلى وجود علاقات تجارية بين أهل إيرلندا والرومان ويعتقد أن الرومان أنشأوا نقاط تجارية في بعض مناطق إيرلندا ونقاط عسكرية بهدف حماية التجارة وكانت واحدة من السلع التي تم تبادلها العبيد يعتقد أن الرومان قاموا بشراء العبيد من الإيرلنديين للعمل في مراكز الزراعة في بريطانيا الرومانية ومن المرجح أن الإيرلنديين شاركوا في الصراعات الرومانية كمرتسقة وهو أمر شائع في الإمبراطورية الرومانية خصوصا في السنوات المتأخرة وكانوا أيضا في بعض لحظات التاريخ أراصنا يهاجمون الساحل الغربي لبريطانيا لم تغزو رومانيا إيرلندا لسببين رئيسيين الأول أنه لم يكن هناك ميزة تكتيكية لغزو هذه الجزيرة حيث كانت الأرض غير معروفة على الحدود الشمالية للعالم المعروف وكان من المعقد أيضا محاولة السيطرة على الجزيرة وأيضا لم يكن الرومان متأكدي من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية وبناء على ذلك كان من الأفضل استخدام الموارد والقوى العاملة ضد البيكت في سكوتلندا الحديثة فإذا قامت روما بتحريك قواتها من بريطانيا إلى إيرلندا فمن المحتمل أن يستغل البيكت الفرصة ويهاجمه ولا نعلم بالتحديد ما إذا كانت روما استطاعت حكم الجزيرة بشكل كامل ولكن من المؤكد أنه كان هناك اتصال وتواصل بين الرومان وأرض إيرلندا كان الإيرلنديين يعيشون في مجتمعات صغيرة زراعية حيث كانت الماشية أو أحيانا بعض البضاع الأخرى مثل العبيد هي عملتهم بشكل أساسي هناك كتابات وصلت لنا تقول بأن الفتاة الصغيرة العبدة تعادل قيمتها ستة أبقار رغم هذا كان هناك مدن متحضرة شيئا ما واتصال بين هذه المدن من خلال طرق بدائية كانت الجزيرة تنقسم بين العديد من القبائل المختلفة والتي كانت في حالة حرب مع بعضها البعض وكان سبب رئيسي للحروب هو حول ملكية الماشية وسرقتها ويعتقد أنه كان هناك ما يقارب المئة إلى مئتي ملك يحكمون بلدان صغيرة في جميع أنحاء إيرلندا ونتيجة الاختلاف في الأراضي بين القبائل المختلفة تشكلت أربع مناطق متميزة في إيرلندا وهي أولستر ولانستر ومونستر وكونوت وتعود هذه الانقسامات إلى العصور القديمة كانت أكثر المجموعات بروزا في المنطقة هم الجيلز والذين امتد تأثيرهم في نهاية المطاف عبر الجزيرة بأكملها وحتى أجزاء من غرب إسكتلندا وفي القرن الخامس تركزت ثقافتهم وهويتهم بشكل دائم في إيرلندا إلى يومنا هذا تسمي اللغة الإيرلندية نفسها اسم جيل وفي الإنجليزية لا تزال كلمة جيليك مرادفة للشعب والثقافة الإيرلندية وعلى رغم من كتابتهم باستخدام نظام الكتاب الأقامي على الأحجار والخشب فأن الإيرلنديين في العصور الأولى لم يكن لديهم كتب وأدب كانت ديانتهم وثنية والتي حضرها الرومان ولا نعرف الكثير عن هذه الديانة أو عن وجهة نظرهم أو حتى عن بيوتهم وشعبهم في ذلك الوقت بسبب نقص الكتابة الموسعة ويأتي معظم ما نعرفه من الإغريق والرومان وبعد عدة قرون سجل الرهبان المسيحيون الحكايات التي تم الحفاظ عليها بشكل شفوي ومن الطبيعي أن الرومان الذين سعوا لإقناع شعبهم بأنه يجب أن يهزموا الكلت والمسيحيين الذين سعوا لتحويل الوثنيين لا يعتبرون مصادر موثوقة وصادقة ولكن نجحت أجزاء مهمة من هذا التوقيت في البقاء وتمكنها بفضل جانب من الآثار فهمها بشكل أفضل كان الكلتك الإيرلنديين على وجه الخصوص مؤمنين بأن الروح توجد في العالم الطبيعي من حولهم مثل الأشجار والمياه والصخور والحيوانات والنار وبالتالي كان لديهم ارتباط روحي عميق بالعالم الطبيعي وكانوا يعبدون العديد من الآلهة والأرواح بعضها محلي والبعض الآخر كان مشترك مع جميع الثقافات الكلتية وكانوا أيضا يؤمنون بوجود عالم آخر يمكن أن يعني الكثير من الأشياء المختلفة على الرغم من أنه كان في المقام الأول عالم الحياة بعد الموت وعالم من الأرواح والموتة لكن البعض يقول أنه يوجد غرب البحر والبعض الآخر يقول أنه يعمل على التوازي مع عالمنا وأحيانا تنكسر الحواجز بين هذا العالم والعالم الآخر مما يؤدي لوقوع العديد من الأحداث الغريبة ولتفسير هذه الديانة المعقدة كانت هناك مجموعة من الرجال المعروفين باسم الدروين الدروين لم يكونوا مجرد كهنة بل كانوا أيضا سلطات قانونية وقادة وفلاسفة ومؤرخين وأطباء وكان لهم في كثير من الأحيان نفس القدر من السلطة التي كانت للملوك الذين كانوا يستشينونهم ولكن أيضا كان هناك جانب مختلف في هذه الديانة وهي التضحية البشرية وعلى رغم المصادر الرومانية ربما كانت مبالغ فيها في كمية التضحية البشرية التي كانت تحدث في ذلك الوقت إلا أنها كانت موجودة في إيرلندا الوثنية قبل التواصل مع الرومان ومن المرجح أنها استمرت بعد ذلك لكن في الحقيقة تفاصيل هذه العملية غير واضحة ونظر أن الإيرلنديين كانوا نوعا ما معزولين عن روما وبقية العالم لم ينقسم المجتمع الإيرلندي عندما بدأت الإمبراطورية في السقوط بالعكس رأى الإيرلنديين فرصة في انهيار بريطانيا الرومانية وبدأوا في الهجوم عليها ومع ذلك فأن ديانة روما المسيحية لم تفلح فحسب في البقاء بل انتشرت بسرعة في القرون التي تلت سقوطها وهنا انتشرت المسيحية أكثر في إيرلندا وربطتها ببقية العالم بطرق مهمة أما عن سبب انتشار المسيحية في إيرلندا فكان بسبب رجل واحد وهو روماني بريطاني تم أسره كعبد لدى الإيرلنديين يحمل اسم سوكيت والذي في النهاية اشتهر باسمه المسيحي باتريك هناك العديد من التفاصيل المفقودة حول حياة القديس باتريك مثل متى وأين ولد بالضبط وعلى الرغم من أن العديد من التفاصيل قد تم ملؤها بالأساطير إلا أن المؤرخين يتفقون بشكل واسع أنه كان شخص حقيقي ومن المرجح أن باتريك ولد في ويلز أو غرب إنجلترا في أواخر القرن الرابع وفي سن السادس عشر تم القفض عليه من قبل الإيرلنديين وأخذوه لإيرلندا حيث عمل كراعي أغنام لمدة ست سنوات حتى هرب وعاد إلى بريطانيا وخلال فترة عبودية ارتبط أكثر بدينه الأصلي المسيحية وعندما عاد للبلاد انضم للكنيسة ودرس وعمل في جميع أنحاء فرنسا وبريطانيا حتى تم تكليفه من البابا بمهمة السفر لإيرلندا ونشر المسيحية هناك بسبب التفانيه كان لدى باتريك بالطبع العديد من الأسباب للعودة إلى البلد التي عاش فيها كعب وكان أيضا في نظره لديه العديد من الأسباب للقيام بذلك فقد كان يعرف اللغة الإيرلندية والتفاصيل دين الشعب والمجتمع ولكنه أيضا ادعى بأن الله ظهر له في المنام وأمره بالعودة لم يكن باتريك أول مبشر لإيرلندا لكن لهذه الأسباب كان من المرجح أن يكون الأكثر فاعلية لذلك عاد الإيرلندا الإيرلندي لم يتقبلوا دعوته وكان عليه الهرب من الأسر أو القتل الإيرلنديين وخاصة الملوك والدروديات لم يكونوا معجبين بباتريك ولكن باتريك كان يعيش حياة من الزهد ولهذا لم يجد الملوك والنبلاء أنه كان يحاول حصول على سلطة أو مال من دعوته وعلى الرغم المعارضة يقال أن باتريك تمكن من تنصير وتعميد الآلاف من الأشخاص ولهذا تم تأسيس أول دير في إيرلندا بل قيل بأنه قام بالعديد من المعجزات مثل طرد الثعابين من إيرلندا وإطالة أعمار المحاربين الكلتيين ليصلوا بالعمر لمئات السنين استخدم الطبيعة التي كانت بالفعل جزء عميق من الحياة الإيرلندية لمساعدة الإيرلنديين على فهم المسيحية كما قلل من عملية التحويل بالجدال بأن قيم الإيرلنديين لها مكان أكبر في المسيحية واصل باتريك عمله في إيرلندا حتى نهاية حياته باتريك كان سبب في أن تكون المسيحية في إيرلندا مميزة ومختلفة عن الكنيسة الرومانية والكنيسة الأرثودوكسية الشرقية وإيضا يؤمن الإيرلنديين اليوم بأنه بفضل باتريك اشتعلت تورة في المجتمع الإيرلندي حيث أصبحت إيرلندا التي كانت تعتبر سابقا مكانا متخلف ومظلم منطقة للإستنارة ففي وقت كان فيه 1% فقط من السكان الأوروبيين قادرين على القراءة عملت الأديرة في إيرلندا بجدية الحفاظ على الأعمال المكتوبة في أوروبا ونشر التعليم والإستنارة حيث جاء الكثير من بريطانيا وأوروبا للدراسة في إيرلندا لم تكن الدراسة فقط باللاتينية بل كانوا أيضا يدرسون باللغة الإيرلندية وهو أمر مختلف حيث كانت اللاتينية هي الأكثر شيوعا في جميع أنحاء أوروبا وعلى الرغم من توحد إيرلندا تدريجيا تحت المسيحية إلا أنها لم تتحد كدولة واحدة خلال العصور الوسطى ولم تتحد أبدا وفي القرن الخامس والسادس والسابع بدأت ممالك أكبر في الأرض الإيرلندية بالظهور مثل مونستور كونخات وميث ولكن لم تكن هذه الممالك الدول بالمعنى المعاصر ولم تكن حقا ممالك لأن كان هناك شعور بأن الأرض تنتمي للقبيلة وليس للملك ولكنها كانت مجموعات مكونة من عشائر وقبائل وعائلات متحدة بشكل فطاضي والتي كانت تسمى باسم توثا وهو جمع من تواء وكانت إحدى العائلات الأكثر قوة في إيرلندا في ذلك الوقت هي عائلة الإنال وواحد من أحفات هذه العائلة كان أول ملوك إيرلندا العظمى وهو الشخصية يمزج بين الأسطورة والواقع سيطرت هذه العائلة على جزء كبير من الشمال وكانت قوانين الأخوة هي القوانين التي تحكم حياة الإيرلنديين وهي مجموعة فريدة من القوانين التي يقول الإيرلندين عنها بأنها قديمة مثل الصخور والتي قد تبدو غريبة بالنسبة لنا حيث لم يتم تنفيذها من قبل الملوك أو السلطات الحكومية ولم يتم صياغتها من قبلهم الأخوة كانوا السلطات قانونية بمثابة وسطاء بدلا من القضاء الحديثين تنطبق القوانين على الجميع حيث أنه كلما كان صاحب الجريمة صاحب مال أكثر كلما زاد العقاب عليه نلتقي في الجزء الثاني شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة